بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا في الحقيقة في حياتنا في معاني بيبقى جزء من تعريف هويتنا وعدم وجود المعنى ده بيخلي الإنسان في الحقيقة مش بس فقدت الاتزان لكن فقد الإنسانية وقد تكون اللغة العربية كانت عبقرية ولذلك القرآن الكريم نزل باللغة العربية احنا الشخص بيتعرف بيتقل الشخص بس كمان بيتعرف على انه المرء والمرء تيجي منها المرؤة صفة عجيبة من الصفات اللي هي في الحقيقة احنا مشتقين تكون موجودة في حياتنا بشكل كبير لو انا بكلمكم انت وانتوا قاعدين معايا قدامه لو سألتك ايه الاخبار اخبار مرؤة في الناس اللي حواليك يعني انت لما تتعرض لحاجة هتلاقي في الناس مرؤة هتلاقي في الناس شهامة هتلاقيهم عندهم جدعانة يعني احنا عشان نتكلم عن المرؤة ونتكلم عن الجدعانة ونتكلم عن الشهامة كنا لازم نتكلم عن حد متخصص معه في التربية ومعانا الاستاذ محمد شريف هو شخص متخصص وخبير في مسألة تربية الاولاد على القيم والمعاني الراقية استاذ محمد ازاي حضرتك ازاي حضرتك فيه يا ربني يبرك لحضرتك الله يبرك في حضرتك يا رب ايه حكاية ان احنا مش قادرين نشوف المرؤة بشكل كبير هو ايه المرؤة بالنسبة لحضرتك اذا حبيت تعلمها للاطفال بيكون ايه معنى المرؤة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وانا سيدنا رسول الله المرؤة ببساطة هي الصفات الحسنة اللي المفروض تبقى موجودة عند الولاد بيبتدي يتربوا عليها زي الصدق زي الامانة زي التعاون لانه هو يلتمس الاعذار للاخرين يعني انت شايف ان المرؤة دي عبارة عن خليط او مجمع لمجموعة من الصفات الحسنة بالضبط يا سيدنا طيب ايه اهم مظاهر المرؤة في الزمن اللي احنا فيه داوت او حتى لو كان في بقية المرؤة اللي انت شايف ان هي بقية غاية دلوقتي اهم صفة للمرؤة ودي صفة اساسية هي صفة الصدق والصدق هنا بمعناه الكبير بمعنى لو انا صادق مع نفسي فالانا مش هحبه النفسي مش هحبه الغير فما حطش حد في موقف او اتمنى لحد حاجة انا متمنهاش وده نزاق الى حديث سيدنا الرسول لا انه الصدق يهدي الى الدر فالو اتعلمت ان انا بقى صادق فالانا انا هحبه النفسي هحبه الغير ده جزء كلام مهم اوي ده ان انت شايف ان الاول مظاهر من مظاهر المرؤة هو الصدق ان الانسان يكون صادق ومعنى ان هو يكون صادق ان هو يكون دايما بيعمل الخير بحقيق طيب هل المرؤة اختفت في حياتنا يعني انت بتجد صعوبة وانت بتعرض امثلة للاطفال عشان تربيهم عليهم تربيهم على المرؤة بتجد صعوبة في ده هي ما اختفتش ولكن بقيت قليلة قوي وده في مشكلة لانه احنا عندنا حقيقة لما نجي نبص للطفل احنا عندنا الطفل جايب ثلاث حاجات جايب مهارات وجايب قدرات الجزء الثالث هو مكتسب الا هو الاشكاليات يعني ما فيش طفل مشكل فانا لما باجي بيبقى اخطاء الاطفال مكتسبة فلما يبقى المجتمع المرؤة غايبة منه انا ببتجي الاول اعالج المشكلات عشان يعني ابتدي ازرع فده ببقى فيه صوبة كبيرة جدا صعوبة لان الاطفال مش عارفين الحاجة اللي انا الصعوبة والاشكالية والمشكلة اللي احنا عايشين فيها الاطفال مش عارفينها فبنتطر ان احنا نزيل شيء مش موجود عندهم فبنخاف ان احنا نشربهم عدم المرؤة ده حقيقي لانه لازم اخلي الاول عشان نحلل مبدأ التخليق قبل التحليق صعي ايه اللي حضرتك بتستخدمه عشان تقدر تغرس المرؤة في النشق وفي الاطفال اول مفتاح علشان نقدر نستخدمه القدوة نعم والقدوة هنا بمعنى ان يبقى فيه حد على الاقل الشخص اللي بيعلمه هو بيلمس فيه ده يعني انا في تجاروي انا الشخصية منفعش اكلم ولد عن النظافة وانا مش نظيف صعي فده ده رقم واحد ان يكون في قدوة الحاجة التانية احنا عندنا حاجة اسمها ارماط التعلم ففي حاجة لازم يسمعها في حاجة لازم يشوفها في حاجة لازم يجربها فانا بشتغل على التلاتة ممكن نسمع قصص عن المرؤة وعن الاخلاق الحسن لو سألت حضرتك لو سألت حضرتك ايه التدريب اللي ممكن ندرب عليه الاطفال عشان يتعلموا المرؤة يعني احنا خلاص احنا عادفين ان هو بيسمع بيشوف ايه الحاجة اللي ممكن ادربوا عليها عشان يتعلم المرؤة في حاجات بسيطة جدا من ضمن التدريبات ان انا اعلم ابني مهما حصل قل الحقيقة وانا ساعدك بستخدم هنا فكرة ان انا انا معاك انا بفهمك انا بسمعك مش فكرة ان انا هعقلك فرقم واحد لازم يبقى فيه بنسميها رفيد لازم يكون فيه رصيب بيني وبين الطفل ودي فكرة المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة هنرجع برضو للمرؤة لان انا ما عنديش مرؤة انا مش اكسب اللي قد بيهن ومش اخليه حبين طيب هذا رقم واحد استاذ محمد انا شاكر لحضرتك كل المعلومات القيمة اللي حضرتك ذكرتها وخلينا نبقى على تواصل دايما لان احنا نحتاج ان احنا نتكلم في ملف الطفولة ده كلام طويل وان شاء الله مرات كتيرة نكون مع بعض ان شاء الله شكرا لحضرتك استاذ محمد شكرا جديد يا سيدي وربنا يبارك لحضرتك يبارك لحضرتك واحفاظك وينورك دايما المرؤة يا سادة زي ما احنا اكتشفنا المرؤة في الحقيقة لو حبينا نخليها بتنتمي لخلق واحد احنا مش نقدر نفهم المرؤة لكن المرؤة على الاقل فيه اربع صفات اساسية بتوصلنا للمرؤة اول صفة في المرؤة هو حب الخير الشخص ما يبقاش عنده مرؤة لو هو مش محب للخير الصفة التانية في المرؤة ان هو يكون عنده حالة من حالات الشجاعة عنده حالة من حالات عدم الهوان الشخص عشان يبقى عنده مرؤة يبقى عنده شجاعة ما عندهش هوان الحالة التالتة ان الشخص عشان يبقى عنده مرؤة لازم يبقى فيه قدر لبأس به من الاثار مفيش واحد عنده مروقة ما عندوش الإثار ده وكمان المروقة تتختم بإيه؟ إن الشخص اللي عنده مروقة شخص واضح شخص مش لفاف ودوار شخص ما عندوش غدر واللي يمكن لمسه شوية الأستاذ محمد شريف لما تكلم على الصدق الشخص اللي عنده مروقة واضح الشخص اللي عنده مروقة ما بيغدرش الشخص اللي عنده مروقة ما بيتعنش حد من الخلف الشخص اللي عنده مروقة بالتحديد ما بيعملش أي مغرس في حد ولا بيحاول يستخدم زي ما بيقوله أسليب غير نظيفة لا في العمل ولا في الحياة طبعاً أنتوا عارفين أن أنا بيحاول بقدر الإمكان مجيش جنب المصطلحات اللي بتستخدم عندما تفقد المروقة تعالوا نقول حاجة مهمة جداً جداً حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة خديجة قالت له أن ربنا سبحانه وتعالى لما نزل من الغار وهو في حالة من حالات الاحتياج للمكوس مع النفس وللهدوء وطلب أن يدثر وطلب أن يزمل السيدة خديجة المنورة التي كانت تلهم من الله سبحانه وتعالى عليها السلام خديجة الكبرى قالت لحضرت النبي كلام يتعلق بالمروقة فقالت له إيه كلا والله لا يخزيك الله أبداً يعني إيه أبداً ربنا مش هيخزولك ليه إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق السيدة خديجة خدت إيه وكأنها من نورها ربنا رزقها إنها تكون في بيت النبوة قالت له إيه قالت له والله أنا أعرف عهد الله سبحانه وتعالى إن الشخص اللي عنده مرؤة ربنا ما يخزلهوش وإنت أفضل خلق الله في المرؤة يا محمد بيابي أنت وأمي يا رسول الله فقالت له إيه شوف الأربع صفات اللي قالت له السيدة خديجة قالت له إيه كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لإيه لتصل الرحم يبقى أول حاجة صلة الرحم يبقى أول حاجة علاقة الإنسان بماذا؟ بالمحيط والدائرة التي تحيط به وتعمل إيه وتحمل الكل الراجل اللي هو الراجل الجدع اللي بيعين الناس الشخص الضعيف يعينه الضعيف وتكسب المعدوم وتكر الضيف ما فيش بخر وتعينه على نوائب الحق يعني إيه؟ أنت شخص لو حد نزلت بيه نزلة أنت مبادر وده اللي خدنا منه الصفات الأربعة في مسألة المروءة وعشان كده المروءة كثيرة سيدنا موسى يسقي لبنتي شعيب عليه السلام وإيه اللي يحصل؟ لأنه عنده مروءة فيسقي لهم ثم يتولى إلى الظل مروءة لا طلب شيء ولا راجى شيء وبعدين ييجي والده والده ما إيه اللي يحصل؟ يطلب أنه يأوي ويجعل له عملاً آه يبقى بيتكرر نفس الكلام بيتكرر نفس الكلام إيه؟ أن المروءة منجاه الشخص اللي عنده مروءة ينجو الشخص اللي بيجبر الخواطر إيه اللي حاصل؟ ينجو ولو كان في جوف المخاطر المروءة تعمل كده في الإنسان المروءة تنجي الإنسان طب إيه اللي حصل؟ إيه التغير اللي حصل في حياتنا وغلى المروءة تتراجع كل هذا التراجع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ييجي وضح لنا أساس المروءة إيه أساس المروءة؟ أن يكون الإنسان دائماً يحب معالي الأمور وأشرفها يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهم صفات حضرة النبي أنه يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها يعني يكره الحاجات السفيهة والحاجات اللي هي لا تسوي شيء والحاجات التافهة يبقى أول طريق المروءة أن أنت تهتم بمعالي الأمور فالإنسان اللي بيهتم بمعالي الأمور وتنزه عن التوافه ده ده إنسان قريب من المروءة آه لابد أن احنا نعترف أن الوقت بتاعنا في كتير كتير من الاهتمام بالأشياء التافهة لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لنا النمازج للشخص اللي عنده مروءة الجدهة الشهن مش بس مع أهله ولا مع أهل حتته ولكن مع الناس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعة على الأرمارة والمسكين مالوا رسول الله كالمجاهد في سبيل الله وفي الرواية يقول يقول وأحسبه قال وكالقائم ولا يفتر وكالصائم الذي لا يفتر يعني إيه ده يعني واحد في عبادة دائمة طب ليه لأنه في الحقيقة قام بما كان يجب أن يقوم به المجتمع وعشان كده مهم أول اللي احنا نعرف أهمية المروءة إن المروءة ركن من أركان المجتمع ركن من أركان المجتمع لما كانت المروءة موجودة كان العنف قليل ليه لأن الناس عرفة إن أي حد يتعرض للمهانة أو يتعرض بأي شكل من الأشكال للتعدي هيلقوا الناس كلها وقفة طب هذا العنف ليه لأن في مروءة في شهامة في جدعنة ما كانش حد يقدر يتعدى على الضعيف عشان في مروءة لما حد عربيته كانت تتعطل في الطريق يلاقي ناس كتيرة جنبه لما يلاقي واحد يتعصر في عمله يلاقي ناس كتيرة بتساعده ليه؟ عشان كان مغروس في قلوبنا ماذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه طب إيه المشكلة؟ إيه اللي حصل في حياتنا عشان المروءة تقل بهذه الطريقة؟ المروءة قلت عشان زي ما احنا بنقول الفردانية زادت بقى الواحد فينا يدور حول نفسه أنا أقولكم سر من الأسرار لا ينجو الإنسان إلا إذا كان سلاما على من حوله ومش لازم عشان تطبق قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي يكون معناها إن الناس تسلم منك إنت بس لا ده معناه إن أنت تكون سبب لسلامة الناس فلو لقيت حد بيتعرض لإيزاء حد بيتم التحرش به حد بيعتد عليه لازم تقف جنبه وتدافع عنه وتمنع إن ده يقع عليه وعشان كده جزء من تعريف الرجولة صفة المروءة صفة الرجولة الرجولة على فكرة الرجولة دي صفة مش نوع يعني الراجل ده مفهوم الرجولة ينطبق على الذكر وعلى الأنس ولذلك من أكتر الناس اللي يدخلوا في قوله تعالى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه الشخص اللي عنده مروءة لإنه دائما يسعى في حاجة الناس وعشان كده إحنا محتاجين إن إحنا نرجع المروءة مرة تانية في حياتنا وأنا أقول لكم إجراءات بسيطة نبتدي نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نرجع بيها المروءة لحياتنا أول حاجة حاول ببساطة تقرأ عن كرم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذين اعتدوا عليه لأن ده يبيلك مروءة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمعوا هو في فتح مكة بيقولوله ما تظنون أني فاعل بكم قال أخ كريم وابن أخ كريم صاحب مروءة يا رسول الله قال ذهبوا فأنتم الطلقاء ولذلك إنت عشان تكون شخص عندك مروءة زود في قلبك التسامح مع الناس الناس متصورة عشان تبقى عندك مروءة لازم تبقى عنيف والناس اللي بتروج إن الجدعانة والمروءة تكون بالعنف وإنك أنت تاخد الحق من الناس بالعنف فيبقى فيه بلطجة ده كلام كد إحنا عايزين نكون متسامحين وننشر التسامح في الناس عشان نبقى عندنا مروءة وأبسط شيء حاول كل يوم تمر على قلبك المسامحة في الصباح وفي المساء وتقول اللهم إني سامحت من آزاني لك لكي تبرئ قلبي من الانتقام والحقد الشخص اللي عنده هذه المسامحة هيكون متزن وبيمارس المروءة والجدعانة بدل ما يتحول المروءة والجدعانة عبارة عن انتقام للذات من المجتمع اللي هو ظلمه فيحول الجدعانة والمروءة إلى إيه؟ إلى انتقام من الناس في صورة اللي هم بيمارسوا أفعال مش إيجابية وعشان كده مر المسامحة على قلبك في الصباح والمساء تاني حاجة لو سمحت اجعل ليك ورد كل يوم لفعل من أفعال الايه؟ الدعم مش الخدمة الدعم يعني مثلا على سبيل المسال تلاقي زميل لك في العمل مش قادر يكتب تقرير وعنده مشكلة قل له مفاتيح كتابة التقرير ده إيه؟ وبعد ما يخلص التقرير حاول تراجع معاه وتقول له إيه اللي ممكن يعمله انت عندك مروءة كده لما تحس إن زوجتك مش قادر تعمل حاجة روح وقف ودعمها وقول لها لو عملتيها بالطريقة الفلانية ادعمه ابنك لما يكون خجلان من حاجة قل له لا روح وهتقدر تعمله لما يكون ابنك كمان مش قادر يتكلم ادعمه وقمنه عشان يقدر يتكلم إذن اعمل كل يوم عمل في مروءة إيه أهم حاجة من المروءة محتاجينها دلوقتي الدعم ولو ما لقيتش حاجة تعملها اسمع واحد موجوع ولو لعشر دقائق كل يوم دي مروءة ده شكل من أشكال المروءة حاجة التالتة اللي انت لازم تعملها انك تدر الله سبحانه وتعالى لان اهل المروءة لهم مدد خاص من عند الله لان الله سبحانه وتعالى يكون في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخي ادعي ربنا وقول اللهم اني اعلم انك تحب من يوسر على خلقك فاللهم اني اسألك مددا من عندك تجعلني عونا لخلقك على ما تحب بما تحب على ما تحب واجعلني يا ربنا ممن يسرون على الناس وممن يخففون عنهم واغسل قلبي بأنوار الإيثار يا رب العالمين اجعل هذا الدعاء دعاء لك في الصباح وفي المساء وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل المروقة ومن أهل الشهامة ويرجع تاني مصطلح الجدعانة خالي من العنف لكن في نفس الوقت مليان بالصدق ومليان بالخير ومليان كمان بالمحبة ومليان بمبادرة بمساعدة الناس ودعمهم يا رب كتر فينا الخير وكتر فينا المروقة عشان نكون دايما في أمانك وفي لطفك وفي محل رحمتك يا رب العالمين ألقاكم بعض الفاصل عشان نجاوب على أسئلتكم رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي هايزارت على الشاشة اللي بنتلقى عليها أسئلتكم وبنتلقى كمان ترشحتكم لحلقات الجليس وزي حلقة النهاردة كده وبنتلقى كمان تطبيقاتكم لشرحنا لحديث رسول الله عليه وسلم من مدخل الحضاري أول سؤال معانا النهاردة سؤال أم أحمد بن جيزة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتي لحضرتك يا ركسر عمر ووسط البرنامج الله يرضى عنكم ومبارك فيكم يا رب الله يخليك يا فرد بس سمع لي عند حضرتك بس سؤالية تفضلي السؤال الأولاني سلة الرحم في اليومين الحاليين اللي احنا فيهم دول يعني بحاجة ما فيش حد يعني ايه بيارسلنا ان هو بالزيارات او احنا بيروح الزيارات فبنتكلم بالتليفون فهل هذي تكون سلة رحم ان هي تكفي بالتليفون فقط حاضر اقول لحضرتك طب اول اسئل التاني حضرتك او تفضلي طب السؤال التاني عندي خروج السبقة على امواتي يعني مثلا عندي والدي والدتي ولي يا اخوات متوفيين عندي خروج السبقة اخرج يعني على كل واحد منهم سبقة يعني منفصلة اخرج السبقة كاملة واقول على روح فلان وفلان 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 حاضر اقول لحضرتك اقول punishment عفون ابان السؤال اللي اولاني احنا عندنا حديث رسول الله صلى الله سلم ان الانسان اذا كان يفعل عبادتك في حالة الصحة وفي حالة الإقامة واتمنع منها بسبب المرض أو اتمنع منها بسبب السفر يعطى الثواب كما كان صحيحا مقيما فالراجل اللي هو واصل لرحمه إذا قطع عن الزيارات وقطع عن الود دوة الود المباشر ده وبدأ يستخدم التليفون فإن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب له إيه؟ يكتب له نفس الثواب إن شاء الله إنما الصدقة بقى الصدقة دي حكتين إما صدقة عندي أنا قدرة لنعمل صدقة واحدة بس فنعمل إيه بقى وأنا عندي ناس كتير عايز فأخرج الصدقة ثم أقول اللهم هب مثل سواب صدقتي لفلان وفلان وفلان وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوصل الصدقة ليه أما إذا كنت قادر إن أنا أفعل صدقة عن فلان وعن فلان وعن فلان فليه أن أفعل هذا إذن يبقى دول السؤالين السؤالين أم أحمد معنا معنا الأستاذ صفا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أعود أسألك السؤال ودعي لك طيب تفضل يا أستاذ صفا أنا أسأل على ما هي علامات الاشتياق للقاء الله طيب طيب سؤال خلو ده أدعي لك يا رب يزيدك فهمة وعلم يا رب وينفع بك أينما كن يا رب ويعينك على طاعة الرب ويهديك لعبه ورضاه أسأل الله الكريم أن يحبب فيك الخلق ويسترك في كل وقت ويجعل طريقك كله نور وحياتك كلها فرح وصرور وسعيك دايما فرضا الله أمين أمين يا رب ولك بمثل وربنا يديم عليك الفضل والنعمة وكذاك الله خيرا هذا الفضل وعذا الدعاء إنما سؤال حضرتك بقى إحنا العلامات العلامات الشوق إلى الله سبحانه وتعالى بعض العلماء عدها في سبعة وبعضهم عدها في عشرة وبعضهم زاد عن ذلك أنا هذكر لحضرتك تلات علامات مشهورين أوي في مسألة الشوق إلى لقاء الله الشوق للقاء الله ليس معنى الشوق للموت ولكن الشوق إلى لقاء الله هو محبة أن تكون حاضرا مع الله دائما يبقى إيه اللي حاصل يبقى أكثر الحاجات اللي تدل على الشوق للقاء الله كسرة الزكر إن الواحد ليه ليه طيب لإن الواحد لما بيشتقل حاجة بيكسر ذكره أدر الذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيبي مدامي يبقى إيه اللي حاصل اذكر لي حبيبي والناس بيقولوا دايما إن الواحد لو حب حاجة يكسر ذكرها يبقى أنت علامة إن أنت كسرة ذكر الله ده دليل على إن أنت إيه؟ على إن أنت مشتاقة إلى الله العلامة التانية كسرة العبادة لأن العبادة مثلا زي الصلاة كده الصلاة صلة بين العبد وربي فالإنسان إذا أكثر العبادات فهو مشتاق إلى الله الحاجة التالتة وهي مهمة جدا 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 كسرت الإحسان للناس هالجزاء الإحسان إلا الإحسان التلات حاجات دولا من أشهر الحاجات اللي بيفعلها المشتاق إلى الله كسرة الزكر كسرة الطاعات كسرة الإحسان إلى الناس دولا التلات حاجات اللي بيعملوا المشتاق إلى الله صباح تعالى أستاذ مصلحي نعم اتفضل إخان pit وعليكم السلام وأحضر كاتم ازاك يا دكتور اتفضل يا فندم عليك وصعا كاتو كل عاما انتم بخير وانت حضرتك بخير وصحة وبفضل انت سمعني يا استاذ مصالحي اهيو حضرتك بقول لحضرتك دلوقتي انا زوجتي متخفية بقالها عشر شهور ان شاء الله سبحانه تعالى يجعلها في فسح الجنات ان شاء الله ويجعل قبرها روضا من دياض الجنة الناس بقول لي اللي بالعياد ده بيحرقها ومش عارف ايه سلم يا رب هقول لحضرتك ايه الجواب على ده بوس يا سيدي حاج مصالحي احنا عندنا البكاء وسيلة او الات تعبير اما بتعبر عن الجزع وعدم الرضا او بتعبر عن الشفقة والرحمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل سيدنا ابراهيم عليه السلام ابن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حاصل بكى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اقال واتبك يا رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما هي رحمة يعني وكأن رسول الله يسترحم الله سبحانه وتعالى بدموعه ويسترحم الله سبحانه وتعالى يطلب الرحمة لابراهيم يبقى ايه اذا لو كان الانسان بيبكي شفقة وطلبا للرحمة على فقيده اه لا ده حاجة ما تمنعش خالص وما يبقاش فيها شيء تاني خالص انما لو كان الانسان بيبكي جزع فهو اللي بيتضرر طب قالوا بقى في حديث ان الميت بيعذب ببكاء اهلي قالوا اه ده ان هو موصيهم ان هما يولولوا ويتشحتفوا ويعيطوا ويجزعوا لما هو يموت لكن اذا كان ده ولا وصهم ولا اي حاجة فالميت لا يتضرر يبقى حاجة واضحة هي اذا انت بكيت على الميت الميت لا يتضرر الا اذا كان الميت طالب منك ان انت تحسي ربنا وتعيط جزعا وتبقى انت لا صابر ولا تقبل قضاء الله ولا اي شيء اه ساعته هو اللي يتضرر طب اذا ما كانش ده فهو لا يتضرر ولا يصل اليه اذا ليه ولا تزير وزيره وزيره اخر خلاص هو خلاص انقطع عمله ومش هيتأذى من ده يبقى امتى الميت يعذب بكاءه اذا كان هو موصي ان هم يندبوا عليه ويلطموا ويشقوا الجيوب اه ساعته هو بقى يبقى هو ايه اللي حاصل لانه طلب من ده فخلاص ادلوا على الخير كفاعل وهو الامر وهو الامر بهذا الشر فخلاص يبقى هو يتحمل ده لانه دوت من باب التعاون عن الاثم والعدوان فخلاص يبقى دوت هو دوت الحالة الوحيدة طب واذا ما كنتش كده وانت بتبكي من نفسك شفق على المفقود لا دوت خلاص يبقى ايه زن يبقى ايه زن احنا عرفنا خلاص عشان لا يكسر اللغط في هذا الكلام لان في كتير من الناس جدا جدا عندهم يعني شفق على فقدهم فيبقوا فييجي واحد مش فاهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يقول له انت كده بتعذبه وانا بشوف ناس بتعمل حاجات في غاية الصعوبة في لحظة دفن الشخص وواحد بيبكي فالتاني عايزه يوقف دموعه وهو مش قادر ربنا رحيم ويحب الرحمة فاذا كان ده من قبيل الرحمة فده لا هو معصية للفاعل ولا هو كذلك يؤذي الميت ألقاكم بعد الفاصل ونكمل الجواب على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذ أحمد أستاذ أحمد السلام عليكم أستاذ أحمد أيوة يا شيخ ساعتك كبير سمعني أه سمع حضرتك يا فاند طيب فاند ما أنا كان لها بس ثلاثة أستاذة معلش أنا أترم شؤالين في وفي شؤالتها لا تفضل يا فاند تفضل لساعتك أن أنت تتقبل بيه المهم أنه هقول لحضرتك أول سؤال عشان منخص من أول ساعتك أول سؤال أنه هو كلمة حضرة النبي نعم هل دي زكرة في ستنة أو في الحديث أو على حضر يا جاوب حضرتك أي تانי دي هي الحلقة الثانية ساعتك هو كلمة رجال أنت قلت أنها صفة لا أنا ما قلت لش رجال قرت الرجولة الرجولة آه تمام ساعة زكرة هي الرجولة مش جاي من الرجال يا فاند لا الرجال 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 كذلك صفة جاي من الرجولة يعني هي الرجال جاي من الرجولة ولا الرجولة جاية من الرجال ده اللي حمل حضرتك الخلق لا هي الرجولة ده المصدر والرجال إما جاية من الترجل يعني المشي على الأقدام أو الرجال جاية لأنهم فيها فيها مصفة الرجولة لأنه أنا أعجز أسأل سؤال في قوله تعالى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ده للذكور بس ولا للذكور والإناس للذكور والإناس صحي كده؟ يعني المرأة إذا صدقت ما عادت الله عليه تدخل في هذه الآية ولا لا؟ تدخل في هذه الآية طب ليه بقى؟ لأن الرجولة دي معناها هو أن يكون الإنسان صادقا وأن يكون الإنسان مبادرا وأن يكون الإنسان خيرا وأن يكون الإنسان موصولا مع الله سبحانه وتعالى بس هو ده يبقى صدق ووصل وكمان يكون مبادر إلى الله سبحانه وتعالى هو ده معنى الرجولة ماشي؟ تمام السؤال الأولاني كنت حضرتك سألت عن إيه؟ كلمة حضرة النبي آه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلمة من كلمات التشريف وكلمة الاحترام والتقدير لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم معه كل الألفاظ اللي تدل على الاحترام والتقدير في كل مثل زي سيدنا محمد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم وأنزلوه فده واحد من أتباع حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالسيادة ونحن نعرف أن حضرة النبي قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر فإلا حصل فاستخدمنا معه لفظ السيادة فأنت بتقول أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهل وردت؟ هل وردت بلفظ أن حد قال له يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا ترد في الأحاديث الصحيحة لكن هو السؤال هي لفظ يدل على التشريف ولا يدل على غير ذلك فإذا دل على التشريف فحضرة النبي مستحق لكل شرف واضح؟ دول السؤالين قال في سؤال ثالث طيب أبوز شيخوة دلوقتي بالنسبة لكلمة الخطاب الديني تكررت بشكل كتير جدا لفتر الفاتد دي على التشريف الميديا وعلى الميديا وعلى التلفزيون وحتى في الرئاسة وعلى في اجتماعات الرئيس اسألني سؤال طيب أبوز ساعدتك أولا دلوقتي أحنا مع تطور التكنولوجيا ومع تطور العقل ومع وصول ان احنا في شيوخ الغرب حتى من داخل العرب اسألني سؤال بتكلموا ساعدتك على جاية ساعدتا ما هو لازم ان انا نتكلم وقدمت عشان السلوب موجود معلاش لو هنالك من وقتك بس ديها كمان عشان ده مش وقتي بس ده وقتي ووقتي المشاهدين كمان فانا بقول لحبك اسألني سؤال وانا قاعدك ان احنا ندخل في لب الموضوع على طول طب شكرا استاذ احمد لو حضرت بتكلم على مسألة الخطاب الديني بس خلينا نقول حاجة مهمة جدا لان كتير من الناس بيختلط عليهم الخطاب والخطابة الخطاب الديني في الحقيقة ليس هو الخطابة ليس هو الكلام فقط لكن كل الممارسات والافعال التي يكونوا مرجعها الدين فمثلا على سبيل المثال مبادرة زي مبادرة مثلا دور الافتاءة المسؤولية في تأهيل المقبلين على الزواج دوت من الخطاب الديني ليه؟ لان الدور بتحاول ان تسن في قضية علاج مشكلة الطلاق كمان ان يبقى فيه جلسات للرشادي الزواجي مثلثة فيها حد متخصص في الجانب الشرعي وحد متخصص في الجانب النفسي وحد متخصص في جانب تطوير الحياة اهو ده كمان من الخطاب الديني اذا الخطاب اوسع من الكلام اوسع من الكتب اوسع من تطوير المناهج هو ماذا؟ هو كل الممارسات التي تتعلق بالمرجعية الدينية اللي بيكون مرجعها الى الدين وده كله محتاج حاجة مهمة جدا جدا نتكلم على في حلقات نخصصها حاجة اسمها تجديد وظيفة العالم لعل حضرتك كنت قصت كده يا سيد احمد لما كنت بتتكلم احنا محتاجين نجدد وظيفة العالم لان كل في حاجة اسمها وظائف للعالم ثابتة وفي حاجة اسمها وظائف متغيرة احنا محتاجين نجدد وظيفة العالم فنجعل من وظائف العالم في الوقت اللي احنا فيه ده ترميم المجتمع يتجه ناحية قضايا المجتمع ويقوم بترميم المجتمع ومحتاجين كمان يبقى من وظيفة العالم دعم التنمية انه يدعم تنمية المجتمع عشان يستطيع ان يشارك في قضايا المجتمع التي تنهض بالمجتمع وفي نفس الوقت بالنسبة لخطاب الديني المصري هو محتاج كمان يتكلم عن قيادة الريادة انه يقود انا شايف ان مسألة القدوة لا يقتصر فيها فقط على القدوة الفردية لكن لازم يبقى فيه نموذج للتدين هو قدوة للناس عشان يتبعوه ما ينفعش بس ان احنا نتكلم على الخطاب الديني بمعنى الخطاب الديني معتدل بشكل كده لازم نقدمه نموذج والنموذج ده يكون هو احد اشكال القيادة واحد اشكال الريادة للمجتمعات ده وانا شايف ان نموذج التدين الحضاري هو النموذج الذي يمكن ان يكون له الريادة الدينية في هذا الوقت وهو ده اللي دفعنا بالحرف ان احنا بنقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل ايه؟ نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدخل حضاري مدخل متسع مدخل يتعامل مع العالمين يتعامل مع الحضارة الجديدة التي هي في الحقيقة تكاد تكون منفصلة تماما عن الحضارة التي نعيشها حضارة فيها زكاء استناعي حضارة فيها سوشيال ميديا ومش بس هيبقى فيها سوشيال ميديا ده اللي قادم ان يكون عندنا سبيشيال ميديا كل واحد ده الميديا بتاعته هو الوحده فازاي نتعامل مع ده؟ عزاي نتعامل مع مجتمع انفجرت فيه الفردانية وانفجرت فيه ايضا المزاجية وزاد فيه التشكك وزادت فيه المظلومية وزاد فيه الإحباط وزاد فيه كمان الحالة من حالات الحساسية وكمان فيه عشوائية مفرطة لازم يبقى عندنا وظائف جديدة للعالم يستطيع ان يتعامل مع هذين المتغيرات بشكل واضح بشكل صحيح احنا كنا عايزين نكمل معاكم ولكن احنا لازم نختم ولكن نختم بتأكيد على حاجة مهمة جدا جدا احنا في امسل حاجة ان احنا نعيش المروق وانا ما شفتش مجتمع بيحتاج وقادر على ان يكون عنده المروق والشهامة قد المجتمع المصر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم وقال على كثير من الناس قال ان انتوا في الرباط واكتر حاجة هتخلينا في الرباط هي الشهامة والمروقة والجدعانة يا رب اجعلنا دايما من اهل هذه الصفات الحسنة اللهم انا نسألك وانت الكريم وانت الودود وانت الرحيم انت ارحمنا يا مولانا من فردانية وانت ارحمنا يا مولانا من ان نعيش لانفسنا فقط وان لا يكون الواحد منا قد امتلأ قلبه بانوار محبة حضرة النبي فيسير خلفه في مرؤاته اللهم اجمعنا على حوض حضرة النبي ونحن نمسك بلواء المرؤة ونحن نمسك بلواء الشهامة ونحن نحب لاخواننا ما نحب لانفسنا فنجلس معهم على منابر النور منابر المحبة منابر الأخوة منابر المصافات يا رب اجعلنا من اهل الفطرة الحسنة على الدوام يا كريم يا ودود يا رب العالمين منابر المصافات